يعني بالأرقام حتى أنا الهدف التاريخي الناشئي النادي لأني الهدف التاريخي الناشئي النادي لأ صح كده؟ أه فيش ناشئ إجاب جواله أكثر مني حيل تاريخي النادي كده وده اللي هابدأ بيه ليه بقى الكلام ده ماكملش مع الفريق الأول تعال قصتي بقى كريم لا عرف الناس ونها كتير والله يعني أنا ونها كتير يعني فيش شواء يعني جاءت مرحلة الفريق الأول أنا كنت زي ما احنا بنقول كده عملت كنت أعمل أرقام محدش بيعملها صح وحتى كمان على مستوى منتخبات منتخب الناشئين سوعة عشر سنة وعشرين سنة كنت أعمل أرقام أنا كنت هدف منتخب هنا وهنا فكنتش عامل حاجة كتر من كده عشان أخد فرصيتي أنا فريق الأول وجوالنادي الأهلي كنا متربيين على حتة أنك أنت تبقى غيور جدا على مكانك مستعجل الفرصة شايف أن فيش حد أحسن منك هتربين على كده يعني التربية دي كانت سبب أن الواحد مستعجل الفرصة وعيزها فلما جيت عند عشرين سنة كان مستر مانو الجوزي طبعا مدير فني كبير وطبعا مدير فني تاريخي اللي نادل عليه فترته كانت نكحة جدا ما كانش بيعتمد بشكل كبير على العيبة الصغيرين وأنا كان فيه في مكاني نجوم كبار يعني كان فيه في لافيو وكان فيه متعب كانوا عاملين موسم متعب كان أكبر مني باربع سنين عامل الموسم هيلة واخد هدف دوري موريتين في الأربع سنين دول فلافيو كان بدايته مش موفقة وبعد كده تاني سنة كان هدف دوري برضو لغير بقى كان فيه نجوم برضو تانية كان فيه أحمد بلال تقريبا وكان فيه خالد بيبو وكان فيه وسامة حسني كان فيه ناس كتير في مكاني فكانت فرشة صعبة فلما لقيت أنا الدنيا مش زي ما أنا متخيل لأن أنا كم يتقلل أن أنا ستة عشر سنة هتصعد فريق أولو هلعب حد اللي لعبته ماتش رسمي أنا تسعة عشر سنة السواء كان ماتش وحيد بس دوري مباراة تانية كنت في الاسكور وما لعبتش يعني كنت موجود في التشكيلة ما لعبتش بس ماتشين بس كنت فيه موجود بشكل رسمي أفريق الأول لقيت الدنيا كده قلت احترف فسعي في موضوع الاحتراف وجي وكيل مصري يعرف وكيل ألماني كلمه على أن أنا عايز أحترفه فيه مهاجم مميز أرقامه وموهازة بعطلوا فيديوهاتي والناس جمت فراجوا علي في مصر في ماتشين جبت في ماتشين منهم أربع جوال فالناس قالوا مبروك يعني احنا أغس كان الموضوع واقف على الكشف الطبي كان نادي ساندر ليجر بلجيكي فكانت بداية كويسة جدا طبعا بالنسبة لي طبعا أنها تحصل بس كان الناس عجبهم جدا أن أنا فري يعني كنت خلاص أخي السنة مع النادي الألي كناشئ وفي المرحلة دي تعرض علينا احنا من الفريل يعني من إدارة النادي عقد مدته خمس سنين حلو طبعا ده عقد أنت آخر سنة لك في نشرين تبقى واحد عشرين سنة فالعقد ده يعتبر اللواء كان أنت بس من ولاد النادي فالعقد اللواء تبقى موجود برضو تحت قوة النادي والنادي يتصر فيك يعني زي ما هو عايز كان العقد طبعا تعرض علينا مبلغ في كنسات عشرين ألف جنيه في السنة عشرين ألف جنيه في السنة عشرين ألف جنيه الكلام ده كنسات 2007 كان مبلغ غلاقي جدا كان مثلا لعيبة اللي بتاعب معنا في المنتخب بلعبوا في إنبي مثلا فريق أول كانوا بياخدوا تعريبا متين ألف يعني عشر أضعاف تاريخ فأنا وزمائلي كلنا وكلش ما فيني أنا على المبدأ ده وأنا بالنسبة لي الناس بقى طبعا بالشيء كدول لما لقوني فري قالوا لي حتى لو أكيد أكد علي أو أطمد على حاجة الناس عاديين لك فري كان في الوقت ده لو موضوع مشي لقى لي بأخد حاجة يسمحها إرعاية من النادي وخلاص إنما لو مضيت للنادي الأهلي كان بقى ساعتها يبقى فيه تفاوض ومبلغ مادي ينتعرف طبعا فطبعا كان ناس طايرين بي عشان أفري وعادي خلاص فما رضيتش أمضي على حاجة للنادي الأهلي في الوقت ده وكنت ساعي جدا في الموضوع ده ولكن الموضوع ده بكلام الوكيل مش كلامي أنا إنه الموضوع وقف أكتر من مرة في السفارة بسبب النادي الأهلي عارف أننا مسافر بلجيك عمل إيه الأهلي يعني هو اللي قالولي الوكيل ساعتها فيه موظف كبير في السفارة يعرف حد مسؤول من النادي الأهلي وموقف في الموضوع أنا مش مش أخذ خدت رفض مرتين آه على الفيزة مرة أول مرة أنت عارف بتقدم الفيزة الشنجل دي بتاخد إسبوائن يرد عليك سواء بالموافع أو الرفض خدت إسبوائن وخدت رفض طب إيه اللي ناقص الورق ناقص كذا 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 السفارة قدت الوكيل كان الورق مع الوكيل مش معي يعني كنت لسي تحت 21 سنة أولي بتصرف يعني فبعد إسبوائن تانيين وكان خلص بين موسم وموسم الوقت اتأخر بقى خدت رفض تاني ففي الوقت ده مين عارف أن أنا عايز أسافر ومش مكمل كنادي الزمالك عارف يعني الأول بس أقبل مروح لقصة نادي الزمالك يعني عطى الفكرة أنك تسافر في الجيل ده اللي وصل لي من الوكيل بتاعي آه بالضبط ودخل الزمالك في الموضوع وإن أنا عايز نمدي يعني العقد اللي بولك عليه ده دخل نادي الزمالك بقى بشكل مختلف يعني يا شريف انت هتيجي انت لعب فريق الأول مش ناشئ عصلا آه لعب فريق الأول وعقد لعب فريق أول مش عقد ناشئ والكلام ده وتاخد فرصتك واحنا هنا شارعينك وعايزينك فقلت كان أستاذ عمر الجنيني ربنا طبعا يديره الصحة آه كان عوض من مجلس الزرارة ساعتها وهو اللي كان بيتفاض معها بشكل مباشر ممتاز فقلت له أستاذ عمر طبعا أنا دلوقتي يجي لعقد احتراف ده أحلم حياتي وبنتيها لو مشي أوكي ديني أسبوع لو لو الموضوع ما حصلش ومعرفتش أخد فيزا وسافر أنا إن شاء الله معكم حل وفعلا أنا عدت الأسبوع وكنت بأتكلم مع الوكيل حاسيت إن هو لا حوله له ولا قوة وفعلا ومش بيقى دي حاجة أعملها ومش عارف أخد الفيزا ف سبحان الله الموضوع مش إن أنا أروح لنادي الزمالك يعني استخرت ربنا آه لقيت الموضوع أو ربنا مش الموضوع إن أنا إيه أروح لنادي الزمالك لنادي الزمالك في الموترة دي والزمالك بيفوض كل واحد تتكلمت مع النادي الآلي قلت لهم أنا جاي لي مثلا عرضي من نادي الزمالك لو نرفع العقد بتاعنا ليه بقى يعني هم يعني كان مدير الفني بتاعي ساعتها في الفريق كابتن ديوه السايد وعرف كابتن ديوه عارف إن أنا أروح بلجيك حلو فهو أصل موضوع للإدارة وزي ما قالك الإدارة وكانوا عرضين علينا عقد ساعتها اللي هو لأبو عشرين ألف جنيف السنة ده وأنا مرضي تشمدي ف هو وانس النادي الآلي وقف في الموضوع وعارف إنك عايز تمشي ومن غير موافقته وبتاعه هو حصل مشكلة غصبة عني يا كريم انت فاهمهك هو أنا لفنياتي إيه أنا عايز السفر عايز احترف والنادي الآلي هاخد حق رعايته بس كان الناس يعني الموضوع يعني عاجب الناس قوي لأن أنا فريق مش هيدفعوا مبلغ أو مش هيدطروا إنهم إيه يضحطوا تحت درس النادي اللي هو يطلب مبلغ كبير ف اللي حصل من الأهلي اتجاهك في السفرية بالجيكا دي هي اللي خليتك ما ترجعش النادي الآلي تاني وتقوله إن أنا هوقع على النادي الزمالك أنت خلت خلاص أنا كان وكيلي ساعتها السيد السمير السيد وكان علاقته خواه جداً بمجلس دارة النادي الآلي وعرفته إن أنا كان الموضوع بتاع الجيكا ده جالي عن طريق وكيل تاني مش هو ماشي فعرفته إن فيه وكيل تاني مكلمني وجايلي الموضوع ده قال لي مفيش مشكلة وبتاع شوف لو جاي لك العقد انتك لو الله فيه حلو فلما الموضوع وإيه بدأت الكلمة مسامير مسامير أنا دخلت زمالك في المفاوضات طبعا مسامير يعني أهلاوي بالبلد يعني أهلاوي لأ الشريف والخطة دي بلاش ومش عارف إيه وطوله الله بقول له حضراتك كل حاجة أنا كان والدي ساعتها متوفي وما ليش غير ربنا وكان هو وكيلي فلاقيته بقول لي لأ وكل حاجة بقى ماشية يعني استخارت ربنا لأ يعني أهلاوي الزمالك النادي برضو بالنسبة لي شعبية كبيرة ونادي كبيرة لأهلي كان عارض عليك عشرين ألف جنيه في الموسم صح كده الزمالك كان عارض عليك بسيباكم فلوس لأنه ما روحت الزمالك عشان فلوس بأنا عشان محمد ولله ما روحت الزمالك مسأكيد رقم أكبر آه لا صح كده رقم زي اللعيبة اللي كيبتاخده في أمبي آه وأكتر وأكتر كمان انت كنت قولي اللي عيب يتقيم بكي بتاخدهم ٢٠٠٠٠ في الموسم ولله ما عاد عشرين ألف فلو أكتر من الرقم ده فأكيد كان ضخم أكبر بكتير آه لكي أنت بعش الزمالك عشان بس الفلوس لا لا لأن ساعتها حتى لو كان الرقم ده الحمد لله طبعا على كل يجيبه ما كانش فلوس برضو كريم يعني من نسبة للأرقام التعدلاتي لا يعني مكانش فلوس وديني الفكرة يعني أنا عمري وكنت بتاع فلوس ما تربنوش عالفلوس يعني